أمن مائي على المحك هكذا وصف باحثون في مركز السياسة والأمن والموارد في الشرق الأوسط الوضع الحالي في العراق الذين أكدوا أن سوء إدارة الحكومات وفسادها جعلها ضعيفة أمام جيرانها من دول المنبع للضغط باتجاه الصحصال حقوق العراق والسماح بتدفق المزيد من المياه إلى أراضيه المركز أكد أن إيران رفضت التعامل مع العراق بأي طريقة جادة بشان قضية المياه العابرة إلى الحدود مرجحا أن تكون تصريحات وزير الطاقة الإيرانية لأكبر محاربيان خلال مؤتمر المياه في بغداد الذي عقد مؤخرا مجرد كلمات جوفة وأشار المركز إلى أن العراق لا يملك أي خيار أمام دول المنبع والأسيما مع اختراق إيران للنظام السياسي في العراق صحيفة The National من جانبها بيانت أن التغير المناخي في العراق سبب فقرا وفاقة تم سغلالها من قبل الميليشيات عبر سقطاب الفرين من الفقر الصحيفة أضافت أنه نتيجة لتأثير الجفاف على سبيل عيش الكثيرين فقد استغلت الميليشيات هذه الظروف لتؤمن المأوى والغذاء والعمل للمتضررين وهما دفع عددا من سكان المناطق المنكوبة بالجفاف للانضمام إلى الميليشيات التي تتغدى على الأزمات البنك الدولي بدور يهكد أن أزمة الأمن الغذائي تسببت بتداعيات كثيرة فاقمت معاناة المزارعين ومربية المواشي في أنحاء البلاد وهما أدى لهجرة السكان وما تبعها من آثار سلبية اقتصادية على المناطق التي يذهب إليها مربوء المواشي والمزارعون يتزامن ذلك مع قرار وزارة الزراعة الحالية بتقليل نسبة المساحات المزروعة في البلاد إلى 50% بسبب شح المياه الذي يعاني منه العراق طيلة السنوات الأخيرة أزمة الأمن الغذائي في العراق أزمة مزمنة تفاقمت نتيجة فشل الحكومات وسوء إدارتها لملف المياه فيما رأت الميليشيات فيها منفعة ومكسبا لتوسيع نفوذها وزيادة مصادر تمويلها عبر الاستيلاء على الأراضي والمسطحات المائية بذريعة الاستصلاح ومواجهة التغير المناخي ترجمة نانسي قنقر